السلام عليكم وبركة واشركم اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم هاد الحلوة الكلاسيكية اللي كتتحضر في الاعياد والمناسبات والافراح كتجي معلكة من الداخل ومقرمشة من برة الديدة بزاف ومحبوبة عند الكبار والصغار المكارو البلدي اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم الطريقة والنصائح باش ينجح معاكم احتى الاخوات المبتدئات غادي نعطيكم احتى نصائح بخصوص الحفظ ديالو كيفاش تحتافضوا بيه باش ما ينشفش لكم وباش ما يقصاحش لان هذا هو المشكل اللي كعانيوا منه الاغلبية ما نطولش عليكم ونمشيوا للطريقة ان شاء الله عندي رابعة ديال اللوز اللي مسحتوه هادا لوز خضر ما محمر موالو وعندي ميتين جرام ديال السكر انا كندير الكمية ديال السكر اقل من كمية اللوز هو في الاصل الكمية ديال السكر كتكون كتر من الكمية ديال اللوز ان شاء الله غدي نوضح معاكم هادا الامور من بعد عندي ابيض البيض 80 جرام بعد المرة كنديرعي 75 جرام كتكفيني وعندي 40 جرام ديال المربة ديال المشماش اللي ما تيكونش فيه الطريفات وصاشي ديال الفاني ورشة ديال الملح اللي كتوازلنا المضاق ديال الحلاوة اول حاجة غناخدو اللوز غدي انطحنوه في الاول غدي انطحنوه غير بوحده حتى نحصلوه على واحد البودرة ديال اللوز كما قلت لكم انا كنحاول ننقش شوية ديال الكمية ديال السكار هو في الاصل الى كانت عندنا ميتين وخمسين جرام ديال اللوز كيكون السكار هو نفس كمية القياس ديال اللوز زائد نص الكمية ديال اخرى سكار تقريبا يعني كتكون كمية ديال السكار كتيرة بزاف باش كتعطينا هديك التعليكة اللي معروف بها الماكارون البلدي اذا هنا يا كما لاحطو حتى حصلت على هاد البودرة من بعد غادي نخلط معاه لكمية ديال السكار غلاسي حتى غادي تلبس لنا اللوز مزيان بهذا السكار غلاسي باش عادي نعاود انطحنو مراء تانية هاد الطريقة كتخلي اللوز كيزيد كيتني اللينا وكنحصلو على واحد البودرة اللي كتكون ملسا وغادي نعاود انطحنو هاد الخليط للمراء التانية اه اذا بالنسبة لي انا كنقش شوية الكمية ديال السكار وكندير واحد ربعين جرام ديال المربة اولى العسل اه الدور ديال المربة اولى العسل كي يعطينا ديك التعليكة اللي كتستمر واحد المدة طويلة تقريبا بحل داك المفعول ديال التريمولين هو في الاصل الوصفة الاساسية رفيها غير تلاتة ديال العناصر فيها اللوز والسكار وابيض البيض طبيعة الحال تنسمو باش ما بغيتو فاني اولا اللي بغيتو رشة الملح راها قبيصة غي كتوازن لنا الماداق اذا كما لاحطو هنا حصلنا على واحد البودرة اللي ملسا غادي نزيد الملحة وغدا نزيد واحد صاشي ديال فاني وغنزيد المربة اللي هدرنا عليها دابة وغدا نزيد ابيض البيض اللي خاصه يكون بحرارة المطبخ ومنزيدوش دفعة وحدة لاننا خاصنا نطحنو هاد الخليط ونعلكوه فانا هنايا كنزيد كمية من ابيض البيض وكنطحن الخليط وكنخليه تطحن مزيان حتى كنحس به بدك يتعلق وكنزيد الكمية التانية ديال ابيض البيض ونعاود نطحن وعاد نزيد الكمية التالتة ونعاود نطحن ممكن تقسموه على جوج دفعات او لثلاثة ديال الدفعات على حسب نوعية الروبو اللي عندكم انا مبغيتش نديرو في الروبو البروفيسيونيل او لا التيرموميكس لانا الاغلبية ما عندهمش اذا راه ممكن انكم تطحنوه مثلا في اندوتروة تطحنو اللوز وتعاودوا تطحنوه للمرة التانية مع السكر في اندوتروة لانها عند الاغلبية ديال الناس وعاد تخلطوه سواء في الروبو او لا في العجانة بهذاك الراس ديال الريشة اللي بحلكة او لا تخلطوه غير بيدكم وتدعكوه وتعلكوه بيدكم يعني را مش ضروري انكم يكون عندكم واحد الروبو اللي بروفيسيونيل باش انكم ديروا هاد الوصفة ممكن تخدموها غير بيدكم وتنجح معاكم حيث كما لاحتوا هاد الماكاغون في واحد الكيمية مهمة ديال السكر والسكره هو اللي كيعلك هاد الحلوة فهي بقدر ما هي الديدة وكتعجب الكبار والصغار كيني الناس اللي ما تقدوش عليها اللي حلاوة ديالها ولكن مع واحد المشروب اللي تيكون مسوس كتجي رائعة هنا كيف مش فتغورة كتكون سيحة واحد شوية لانه كيسخن هادك الخاليط مع الروبو ودكشي علاش غدينديروها في واحد البول غنغطيوها ببلاستيك غدائي وغندخلوها لتلاجة على الاقل واحد ساعتين انا درتها الصباح وشكلتها في الليل ممكن تخليوها نصنهار او لليلة كاملة هكدا باش كيسهال عليكم انكم تشكلوها على شكل كوراتي مني كانت تبرد مزيان وتتشد راسها كيسهال عليكم انكم تشكلوها اذا هنا يا بعد ما خليتها نصنهار غادي ناخد شوية ديال مزهر ضروري انكم تدهنوا بيدكم او لغيمة عادي وهنا ضروري انكم تفرشوا لها اما سيلبات او لا بابي كويصون لانه هي كتلسق والبابي كويصون خس يكون من نوعية جيدة حيث كينا النوعية اللي عيح الواعية ديار كتلسق فيه اذا انا غدي ندير غنديرها فوق سيلبات ولكن حتى فوق البابي كويصون ارا ما كيوقع لها حتى شي مشكيل بالنسبة للحجم ديال الماكارون اللي انا يدرت درت 17 جرام واحيانا كان دير 16 جرام يعني انتم ما كيبقى لكم الخيار غي هو قدم ما كبرتو وما كيجيش شكل ديالو زوين بالنسبة لل 16 جرام و 17 جرام وزن معقول هنايا كان هناك ما كان وضح لكم كان بي لكم بانا راه درت حتى 16 جرام وغتشوفوا شكل ديال هاكي جي معقول وما كينش فرق بينها وبين 17 جرام يعني كتبقوا هاكده ما بين 17 و 16 جرام وزن مناسب من بعد كنزينوها باللوز اللوز خضر اللي بالقشرة ديالو من الافضل لان شكل ديالو حتى من ناحية الجاملية كيجي احسن والفران دي جادرناه يسخون على 180 درجة مئة وياخس ويكون سخون قبل ما اندخلوا لي هاد الحلوى وقبل ما اندخلوه الفران ضروري اننا يترش بواحد البخاخ باللما هادك الما كيتفاعل البخار ديالو لداخل هو اللي كيعطينا ديك الخطوط اللي كتكون رقيقة على الوجه ديال هاد الماكارون كيعطينا ديك القرماشة الخارجية اذا انا يراه رشيته بواحد البخاخ ديال الما غير المقطع ما بانش لانا كان كيس حبلية كان صوره وورا ما تصورش رشوه بواحد البخاخ ديال الما عاد دخلوه الفران ما تفوتوش واحد العشرة ديال الدقيق لانا الى فات القياس ديالو ديال الطيابرة غادي يقصح لكم وغادي ينشف وخليو حتى كيبرد مزيان يعني خرجوه وحيدوه من لاطة باش ما ترجعش عليها السخونية وخليو حتى يبرد وديرو اما موس او لا سباتيول وزولوه بهالطريقة اللي مضحة بالفيديو كيما لاحظو هنا غا نحاول نحيدوه بيدي غيباش نوريكم الى حاولتو تحيدوه بيديكم راها غادي يخسر لكم من التحت لانا كيبقالاس قديرو سباتيول او لا سيكين وحيدوه ولكن هنا راها رجعتها وضغطت عليها غي شوية من الفوق حطيت ايدي من الفوق ودوس باتيول من التحت بشا رجعت ليها ذاك تريف اديالها لانا هاد الحلوان معلكة ورا ممكن جوجي لسقوه مع بعضياتهم بلا ما ديرو حتى شي حاجة وهذاك تريف اللي حيدوه بقى في القاع راها رجع لبلاستو بدون مشاكيل وهنا كنوريكم التعليقة اللي لداخل والقرمشة اللي من برا وبالنسبة لطريقة الحفظ ممكن ديروه في علبة ديال المعدن او لا ديروه في البوليستير يعني دوك العلب ديال الفرشي او لا ممكن انكم تجمدوه ادخلوه لمجميد غير بين كل طبقة وطبقة ديرو بابي كويسون باش ما يلسقش لكم مع بعضياته ولعجبكم هاد الفيديو ما تنسوش تشاركوه مع العائلة والاصدقاء باش تعم الفائدة ما تنسوش ايضا من لايكات ديالكم لان اللايكات ديالكم اللي غتخلي هاد الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن ديالناس وكنت سنة تعليقاتي ديالكم وبصحة والراحة اشتركوا في القناة